السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير النهاردة هناخد اخر درس في المنهج اكيد مبسطين جدا وخلاص هناخد الاجازة اجازة سعيدة يارب واشوفكم على خير التلم التاني بس يلا قبل ما نبدأ كله جيب الكتاب المدرسة ويفتح معايا صفحة 132 كله يوقف الفيديو ويروح جيب الكتاب ويرجع اول نشاط معاينا فكر في استخراج لونك المفضل عن طريق دمج الالوان كل واحد ليه لون مفضل يعني مثلا انا بحب اللون الاحمر حد تاني بيحب اللون الاغضر حد تاني بيحب اللون الابيض حد تاني بيحب اللون الاصفر حد تاني بيحب اللون الاسود على حسب كل واحد بيحب اللون ايه؟ فهو بيقولك انت تستخرج لونك المفضل بس عن طريق ايه؟ عن طريق دمج الألوان يعني إيه دمج الألوان؟ يعني مثلا أحط الأحمر على الأخضر أشوف هم هيديوني لون إيه أحط الأبيض على الأسود أحط الأصفر على الأزرق أحط البني على الأخضر أشوف أحط الألوان إيه وادمكها ببعض وأشوف هيتلعوني لون إيه وهو دوت هيبقى لوني المفضل نشاط سهل وبسيط وإنتوا تقدروا تعملوه في البيت كل واحد يجرب كده يحط لونين على بعد ويشوف الليلين دولت لما يتدمجوا على بعد هيطلعوا لون إيه يلا نشوف النشاط اللي وراء سل كل كلمة بمعناها جايب لنا جمل وش جايب كلمة وهنشوف المعنى بتاع الكلمة ديت إيه طب نقرأ كده المعاني يعني باقية ولا تجميل ولا أطيبة ولا معنى ولا حوائد تعالوا نقرأ كده مع بعض أول جملة تستخدم الظهور في تزيين المنازل الظهور بنستخدمها في تزيين المنازل تزيين يعني إيه يعني باقية ولا تجميل ولا أطيبة ولا معنى ولا حوائد تزيين يعني تجميل أحسنتم تاني جملة معنا لا تكتب على جدران المدرسة جدران يعني باقية ولا أطيبة ولا معنى ولا حوائد بص زي ما عندنا هوة الولد بيكتب على جدران المدرسة على حوائد أحسنتم جدران حوائد تالت جملة معنا هذه الجملة ليس لها مغزة أنا مش فهمها يبقى ليس لها إيه ليس لها معنى رابع جملة معنا تتميز قلوب الأطفال بالنقاء يعني إيه البقاء النقاء باقية ولا أطيبة النقاء أطيبة أحسنتم الحضورة المصرية خالدة خالدة يعني باقية الحضورة المصرية لسه موجودة لحد الوقت لسه بقية لحد دلوقت خالدة يعني باقية أحسنتم يلا نقرأ الدرس مع بعض صناعة الألوان المصري القديم هو أول من استخدم الألوان في تزيين جدران المعابد والمقابر والتي نراها ثابتة وزاهية حتى الآن صنع المصريون الألوان من مواد طبيعية كالصخور والنباتات استخدموا سبعة ألوان في كل رسومهم اللي احنا قرأناه دوت المصري القديم هو أول من استخدم الألوان هو أول حد استخدم الألوان استخدمها في تزيين جدران المعابد يعني إيه تزيين؟ كان بيجمل تجميل تزيين يعني تجميل بيجمل جدران المعابد يعني إيه جدران؟ يعني حوائد كان بيجمل أو بيزين حوائد بتاعة المعابد والمقابر يبقى مين اللي استخدم الألوان؟ أول واحد مين اللي استخدمه؟ المصري القديم تب استخدمها في إيه؟ استخدمها في تزيين جدران المعابد والمقابر يعني إيه تزيين؟ يعني تجميل يعني إيه جدران؟ يعني حوائد والتي نراها ثابتة وزاهية حتى الآن ثابتة لسه زي ما هي لحد دلوقتي بصي هو استخدمها من إمتى وعملها من إمتى؟ من زمان قوي وهي لسه موجودة حتى الآن طيب يبقى هو صنع الألوان ديت من إيه؟ صنع المصريون الألوان من مواد طبيعية استخدمها أو صنعها من مواد طبيعية إيه هي المواد الطبيعية اللي صنع منها الألوان؟ السخور والنباتات يبقى صنعها من إيه؟ صنعها من مواد طبيعية إيه هي المواد الطبيعية اللي صنعها منها؟ السخور والنباتات طب هي كم لون؟ سبعة ألوان استخدموا كم لون؟ سبعة ألوان وكل لون له مغزى يعني إيه مغزى؟ يعني معنى كل لون بيدل على معنى معين هنعرفوا إزاي؟ هنعرفوا إزاي دلوقتي الأحمر بيدل على إيه؟ بيدل على القوة الأحمر بيدل على القوة الأغدر بيدل على الحياة الأبيض بيدل على النقاء بيدل على النقاء يعني بيدل على الطيبة الأصفر بيدل على الخلود الخلود يعني البقاء بيدل على البقاء الأسود بيدل على الشر الأزرق بيدل على الهوى والسماء السماء لونها أزرق وآخر لون معنا هو البني بيدل على الأرض زي لون الطينة الأرض مش الطينة كده لونها بني هو البني بيدل على الأرض يبقى تاني المصر القديم هو أول من استخدم الألوان استخدمها في تزيين جدران المعابد والمقابر يعني إيه تزيين؟ يعني تجميل جمل جدران المعابد يعني إيه جدران؟ يعني حوائد جمل حوائد بتاعة المعابد والمقابر طيب صنعها من إيه؟ المصر دوة القديم صنع الألوان من إيه؟ صنعها من مواد طبيعية زي المواد الطبيعية دي السخور والنباتات واستخدموا كم لون؟ استخدموا سبعة ألوان سبع ألوان لكل لون مغزى لكل لون معنى معين زي الأحمر بيدل على القوة الأغدر بيدل على الحياة الأبيض بيدل على النقاء الأصفر بيدل على الخلود الأسود بيدل على الشر الأزرق بيدل على الهواء والسماء آخر لون معاين هو اللون البني بيدل على الأرض طيب تعالوا كده المصري مفرد جمعها المصريون اللون مفرد جمعه الألوان الصخر مفرد جمعه جمع الصخر الصخور أحسنتم المعبد مفرد جمعه المعابد أحسنتم طيب الحياة عكسها إيه؟ الحياة عكسها الموت الشر عكسه الخير السماء عكسها الأرض أحسنتم طيب عايزين نطلع مع بعض كده اللام القمرية نطلع كام كلمة كده اللام القمرية هي اللام القمرية دي بتنطق وتكتب كنا مجمعينها في جملة إيه؟ ابغي حجك وخفع قيمه تعالوا كده نشوف لو عايزين اللام الشمسية أو اللام القمرية نشوف أول الكلمة فيها ألف وليم المصري المصري دي بت اللام قمرية ولا اللام شمسية؟ لام قمرية أحسنتم القديم قمرية ولا شمسية؟ قمرية الألوان لام قمرية المعابد قمرية المقابر قمرية يلا الباقي يطلعوا أنتو طيب تعالوا نطلعوا مع بعض اللام الشمسية في تالت كلمة كده في تالت سطر في الآخر كالصخور والنباتات ألف وليم بعدها شدة يبقى لام شمسية لو لقينا كلمة فيها ألف وليم والحرف اللي بعد الألف وليم عليه شدة يبقى لام شمسية زي الصخور لام شمسية النباتات لام شمسية النقاء لام شمسية الشر لام شمسية يلا طلعوا الباقي أنتو طيب يلا نطلع مع بعض المدود المد هو المد تلات أنواع مد بالألف مد باليا مد بالواو القديم القديم مد بالإيه مد باليا فين الحرف الممدود الحرف الممدود هو حرف الدال أحسنتم الألوان الألوان مد بالإيه مد بالألف عشان قبليها صحبته الفتحة قبل الألف صحبته الفتحة أحسنتم تزيين تزيين مد بالإيه مد باليا الحرف الممدود هنا فين هو الياء الأولى الياء الأولى أحسنتم يلا نكمل جدران جدران مد بالإيه مد بالألف أحسنتم عشان قبليها صحبته الفتحة المعابد المقابر مد بالألف السخور السخور مد بالواو وحرف الممدود هو حرف الخاء طيب تعالوا نطلع مع بعض التنوين فيه تنوين بالفتح وتنوين بالكسر ثابتة تنوين بالفتح زاهية تنوين بالفتح لون تنوين بالكسر أحسنتم ألوان تنوين بالكسر أحسنتم تعالوا يلا نحلوا مع بعض التدريبات اللي وراء الدرس حسنتم اقرأ النص قراءة ثم أجب احنا قرناه خلاص تعالوا نشوف هنعرف نحلوا سواء مع بعض استخدم المصري القديم الألوان فيه تزيين المعابد ولا بناء المعابد استخدم الألوان في تزيين ولا بناء تزيين أحسنتم تب تزيين معناها إيه؟ معنى تزيين معناها تجميل أحسنتم استخدم المصري القديم سبعة ألوان ولا ثمانية ألوان سبعة ولا تمانية سبعة أحسنتم يلا نحل السؤال دوت من أي شيء صنع المصريون ألوانهم؟ قلنا هم صنعوا المصريون ألوانهم من إيه؟ من مواد طبيعية كأيه؟ كالصخور والنباتات أحسنتم يلا النشاط اللي وراء كل لون فيهم بيعبر عن إيه؟ قلنا الأحمر بيعبر عن إيه؟ الحياة ولا النقاة ولا القوة ولا الأرض ولا الهواء والسماء ولا الشر ولا الخلود الأحمر بيدل على القوة أحسنتم الأسود بيدل على إيه؟ بيدل على الشر الأصفر بيدل على الخلود الأغضر بيدل على إيه الأغضر؟ بيدر على الحياة أحسنتم الأزرق الهواء والسماء السمالون هأزرق البني على الأرض الأبيض النقاء أحسنتم يلا وقفوا الفيديو وكله يحل معايا النشاط اللي هو ضع الكلمات الآتية في مكانها المناسب نشوف معنا ثلاث كلمات جدران، خالدة، زاهية تعالوا كده نقرأ ونشوفها نحط الكلمات دي فين زرت وادي الملوك بالأقصر وشاهدته نقاط المقابر شاهدته إيه؟ جدران المقابر أحسنتم نقاط بأجمل الألوان زاهية بأجمل الألوان التي ما زادت خالدة، حتى الآن أحسنتم عبر عن الصورة مستخدماً كلمتك الجديدة إحنا عرفنا كلمات جديدة في الدرس دو عايزين نعبر عن الصورة ديت هنكتب إيه؟ هنكتب استخدم المصري القديم الألوان في تزيين جدران المعابد تزيين يعني إيه؟ معناها تجميل جدران يعني حوائد أحسنتم ولكل لون كان ليه إيه؟ وكان لكل لون مغزى مغزى يعني معنى كان كل لون ليه معنى معين لوحظ الفعل المدورع في الجمل الآتية تعالوا نقرأ كده الجمل مع بعض يركب وليد الحافلة كل يوم أذهبوا إلى الأهرامات دائما تحبوا أميرة أن تلعب طوال الوقت إحنا قلنا الفعل المدورع لو إحنا شكين فيه نستخدم له إيه؟ سين أو سوفة نحط قبل الكلمة سين أو سوفة لو نفعت تبقى فعل مدورع لو ما نفعتش يبقى فعل ماضي أو فعل أمر طيب تعالوا نقرأ كده يركب هو هنا فين الفعل؟ يركب وليد الحافلة كل يوم فين الفعل هنا؟ يركب طيب تعالوا نقرأ كده نحط سين أو سوفة سيركب سوفة يركب نفعت يبقى فعل مدورع أحسنتم يبقى هنا الفعل المدورع هو فين في أول جملة؟ يركب أحسنتم تاني جملة معنا أذهب إلى الأهرامات دائما سوف أذهب سأذهب إذا نفعت يبقى فعل مدورع هتنزل أذهب تالت جملة معنا تحب أميرة أن تلعب طوال الوقت تحب فعل مدورع أحسنتم إيه الفعل الثاني؟ أن تلعب تلعب أحسنتم يبقى لو فعل مدورع هنجرب قبله سين أو سوفة لو نفعت يبقى فعل مدورع لو ما نفعتش يبقى ماضي أو أمر الماضي بنجرب له إيه؟ بنحط له تاق في الآخر زي ذهب ذهبته شرب شربته أكل أكلته يعني يركب لو عايز حولها الفعل مدورع ماضي أحط فيه أحط إيه؟ أشيل اليائي أركب ركب ذهب لعب أحسنتم تعالوا نحلوا كده التدريب دوت مع بعض جاب لنا ثلاث كلمات وحنشوف هنحطها فين الكلمات نستخدم تصنع يتعجب الألوان من مواد طبيعية حتى الآن تصنع الألوان من مواد طبيعية حتى الآن حد دلوقتي الألوان بتصنع من مواد طبيعية طب إيه المواد الطبيعية اللي كانت بتصنع لها الألوان لو نفتكر مع بعض؟ كالسخور والنباتات أحسنتم ثم تاني جملة معينا العالم من بقاء الحضارة المصرية حنحطه إيه؟ نستخدم ولا يتعجب؟ يتعجب أحسنتم يتعجب العالم من بقاء الحضارة المصرية تاني جملة معينا نستخدم اليوم العديد من الألوان وبدرجات مختلفة نكمل آخر نشاط لو إحنا كنا في الفص كنت همليكم الكلمات دي يتب تعالوا نقرها كده سوا مع بعض تزيين جدران مغزى نقاء خالدة آخر حاجة اكتب بخط النسخ الحضارة المصرية خالدة نكتبه بأحسن خطة عندنا ونحط نقطة في آخر الجملة بكده نكونوا خلصنا هتوحشوني قوي أشوفكم على خير الترمي اللي جاي إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة